اشتركوا في القناة الأهالي وأصحاب الإنجازات وما تضمنته من الإعراب عن التقدير والاعتزاز الملكي السامي بالإنجازات المتواصلة والمفرحة في كافة الميادين الوطنية والمحافلة الدولية بعدها أشار المجلس على إلى أهمية مضاعفة الجهود لتطوير قطاع السياحة ومشيدا بما يوالي بذله كافة العاملين في قطاع السياحة والقطاعات المساندة له من جهود متميزة على صعيد تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير قطاع السياحة وذلك بمناسبة يوم السياحة العالمي ثم رحب المجلس بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 بتقدمها 36 مرتبة لتكون ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم ومنوها المجلس بالجهود التي تبدلها اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الجانب بعدها وافق المجلس على المذكرة التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التلمية لصالح المواطن مذكرة معالي وزير الداخلية حول تعديل بعض أحكام المرسوم بشأن عادة تنظيم وزارة الداخلية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن وثيقة إعلان الفضاء الخارجي كأحد مخرجات مؤتمر إدارة واستدامة أنشطة الفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة في لاشبونا بالجمهورية البرتغالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية حول مشروع قرار بتسمية الهيئة الإدارية المختصة والوزير المختص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات نشاط الصحفي أو الإعلامي أو الإعلاني وتحديد إختصاصاتهما مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في المؤتمر العالمي للمرافق 2024 والمنتدى العربي السادس للمياه نتائج المشاركة في عمال قمة مستقبل العمل الشبابي ترجمة نانسي قنقر شكرا